السلام عليكم ورحمة الله بهذا الفيديو راح نوضح بخصوص الدخول الوزاري كم مادة للمراحل المنتهية لين كثير من التعليقات جاه تساءل ستصحيح اكو دخول شامل وكم مادة ندخل لخلنا نحدد مرحلة مرحلة طبعا هما ممحددين هسا يعني ابد ولا يعني لا من وزارة التربية ما تحدثت بهيش موضوع بس احنا جاي اذكركم بالسنوات السابقة يعني كل سنة شون يجي الدخول للوزاري كل سنة بالنسبة للصف السالس الابتدائي دخول شامل هاي كل سنة ما نعرف هاي قرارات هاي السنة بعد قلت لكم الوزارة ما تحدثت بهيش موضوع فالسالس الابتدائي كل سنة دخول عام يعني دخول شامل اما بالنسبة للثالث متوسط والثالث الاعدادي كل سنة الدخول تلث دروس وعشر درجات تلث دروس وعشر درجات هاي المن للثالث متوسط والثالث الاعدادي قلنا لكم هاي كل سنة لكن هاي السنة بعد الوزارة ما حددت الدخول كم مادة احتمال يغيروه احتمال يسووا دخول شامل بس قلنا لحد الان ماكو دخول شامل فاحتمال كل شي يصير منه يجي فانتم لا تفكرون اساب الدخول عليكم دراستكم حتى لو واقع بشهر الاول بالفصل الاول او بنصف السنة تقدر اكو امل تقدر تعدله بنصف الثاني ان شاء الله حيجيكم هذا نصف الثاني بعد السبوعين ودومون تقدرون تعدلون اقل شي اخذوا درجة بالسبعين فهذه درجة السبعين او الثمانين راح ترفع من مستواك وراح تأهلك للوزاري فعوفوها شغلة الدخول العام دخول الوزاري التهوا بدراستكم ان شاء الله من الدومون بنصف الثاني راح يتعدل وراح يتغير حالكم من حال الى حال وان شاء الله النجاح والموفقية يا رب الدخول كل اكون يعني كل المراحل ان شاء الله كلها تدخل وزاري بدون استثناء وبدون ما اتحدد الوزارة